هذه أبرز العناوين محاولات من الجامعة الملكية المغربية لتأمين مشاركة نجم البارسة الزلزولي رفقة الأصود بالكان خبر عاجل تشافي يعلنها أخيرا ويسجل أخو مات في لائحة برشلونة في دور الأبطال وهذه التفاصيل حكيم زياش يحطم رقما قياسيا صامدا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس محاولات من الجامعة الملكية المغربية لتأمين مشاركة نجم البارسة الزلزولي رفقة الأصود بالكان بشرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتصالاتها لتأمين مشاركة عبد الصمد الزلزولي لعب برشلونة الإسباني في كأس إفراقية للأمام التي تصدفها الكاميرون في الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين وكشف مصدر مسؤول أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكتف اتصالاتها بعبد الصمد الزلزولي لضمان حضوره في المعسكر الإعدادية المقبلة للنخبة المغربية تحضيرا لكأس إفراقية للأمام بعد الصورة الجيدة التي ظهر بها في المباراة الأخيرة مع الفريق الكتالوني وأوضح المصدر ذاته أن إلياس أخماش سيكون حاضرا بدوره في المعسكر الإعدادية المقبلة للمنتخب الأولمبي في شهر دجنبير المقبل وكان مدرب نادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز قد أثناء على أداء اللاعب عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخماش في مباراة الديربي السبت الماضي والتي جمعت برشلونة بنادي إسبانيول والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بهدف دون رد خبر عاجل تشافي يعلنها أخيرا ويسجل أخماش في لائحة برشلونة في دور الأبطال وهذه التفاصيل منح المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز النجم المغربي الشاب إلياس أخماش الفرصة لدخول القائمة الأوروبية لنادي برشلونة بقرار منها وعنى برشلونة من العديد من الغيابات خلال الفترة الأخيرة خاصة مع بداية رحلة المدير الفني الجديد تشافي هرنانديز ولتعويض الغيابات استدعى تشافي اتنين من مهاجم الفريق الرديف وهما المغربيان عبدالصمد الزلزولي وإلياس أخماش وحسب العديد من المصادر الصحفية في برشلونة فإنه تم تسجيل إلياس أخماش في قائمة الفريق بدور الأبطال ومشاركته أمام باير ميونيخ ستعتمد على تشافي ويفتقد برشلونة في اللحظة الراهنة بوضوح إلى لاعب في مركز المهاجم الصريح مع أزمة واضحة في إهضار الأهداف مع توضع اللمسة الأخيرة لمنفذ دي باي وغيره من اللاعبين المتواجدين حاليا بالبلوغرانا وعقد نادي برشلونة من مهمته في التأهل إلى ثموني نهائي دور أبطال أوروبا مساء أمس التولتاء عقوب فشلي في الفوز على خصم بنفيك على ملعب الكامب نو والاستسلام لنتيجة التعادل بدون أهداف غير أن اكتشاف تشافي للتنائي المغربي قد يمنح الفريق الكتالوني العديد من الحلول قبل دخول المراحل الحاسمة من الموسم حكيم زياش يحطم رقما قياسيا صامدا شهدت مباراة تشيس الأخيرة ضد يوفينتوس عن الجولة الخامسة من منافسة دور المجموعات لدور أبطال أوروبا تحطيم الدولية المغربي حكيم زياش لرقم قياسي وأصبح الزياش أفضل ممرر المغربي على الإطلاق في تاريخ المسابقة الأوروبية بمعدل 19 تمريرات حاسمة وكان الرقم السابق في حوزة قائد أصود الأطاة السابق بارك بوسوفا ب 17 تمريرات حاسمة وستسجل زياش التمريرات الحاسمة مع ثلاثة أندية أوروبية وهم آيكسا مسترداما الهولندي وتشيلسي الإنجليزي وتفينتي الهولندي وفي مسابقة دور أبطال أوروبا والدور الأوروبي والسوبر الأوروبي ودور أبطال أوروبا التأهيلي والدور الأوروبية التأهيلي أما مجموع المباريات التي خضى في مختلف المسابقات الأوروبية فيصل إلى 64 مباراة سجل فيها 14 هدفا ولعيب بوسوفا دور أبطال أوروبا بأقمسة أنديرلغت البلجيكي ولكوموتيف موسك الروسي وأنجيما تشخالة نجم الأصود يقترب من مجاورة رونالدو في مونشستر يونيتد أصبح الدولي المغربي يصفا صير مهاجم فريق إشبيليا الإسباني لكرة القدمة ضمن اهتمامات مجموعة من الأندية بالدور الإنجليزي خلال مرحلة الانتقالات المقبلة وأكدت تقارر إعلامي إسبانيا أن ثلاثة أنديات إنجليزية بارزة ترغب في ضم نجم المغربي في الفترة القادمة ووضحت المصادر نفسها أن كل من مونشستر سيتي ومونشستر يونيتد وويسهام يرغبون في الاستفادة من خدمات إنساري بعد المستويات المميزة التي بصم عليها رفقة نديها الأندلوسي وكانت تقارر الصعفية إنجليزية قد كشفت في وقت سابق أن إدارة أرسنال حددت مبلغ 45 مليون يورو لخطف إنساري من الفريق الأندلوسي موضحة أنها ستكون الأغلى في تاريخ إشبيليا وكان المهاجم المغربي يوسف انساري قد أكد في تصريحات سابقة على أنه يرغب في البقاء رفقة إشبيليا خاصة في ظل المستويات المميزة التي يبصم عليها تجدر الإشارة إلى أن يوسف انساري انتقل صيف 2020 إلى إشبيليا وقدم مستويات مميزة الحسين عموتة أتمنى أن لا تكون اختياراتي خاطئة وطموحنا الذهاب بعيد في بطولة العرب تمنى مدرب المنتخب الرذيف العسين عموتة أن لا تكون اختيارته خاطئة بالنسبة للعيب المقبلين على تمثيل المنتخب المغربي في بطالة العرب بقطار ابتداء من نهاية الشهر الجاري وكشف عموتة في تصريحنا على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن اختيار اللائحة النهائية تم وفق مجموعة من المعطيات منها التجربة وعدد مباريات كل لاعب سواء كمحترف أو من خلال مشاركاته في البطولة المحلية أو في المصابقات الخارجية في حين هم العامل الثاني الجاهزية البدنية وهو المعطى المرتبطة بوزن اللاعب ولياقته البدنية ونسبة الدهون وقوة التحمل أما الثالث عامل فله علاقة بتجنس اللاعبين فيما بينهم مرورا بالمباريات الخمس التي لعبها اللاعبون أما العامل الأخير والذي حسم بشكل كبير في لائحة الثلاثة والعشرون لعبان فهو توفر على لاعبين يجيدون اللاعب في أكثر من مركزين أي لاعبين متعددين الوظائف داخل الملعب وأوضح عموت أن التنفس في البطولة سيكون قويا بين منتخبات يحدوها طموح كبير للذهاب بعيدا في البطولة العربية نافيا أن يكون المنتخب الفلسطيني أو الأردني الحلقة الأضعف في البطولة ويلعب المنتخب الوطني الرذيف في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية والأردن وفلسطين وبخصوص أهداف المنتخب الوطني في البطولة أكد مدرب المنتخب الرذيف قائلا نسعى إلى الذهاب إلى أبعد نقطة في هذه البطولة سننافس بقوة لنيل اللقب العربي وتقديم كل ما من شأنه تشريف الكرة المغربية وأضاف أتمنى أن أكون في الموعد من خلال الظهور بفعالية هجومية والتركيز بعدما ارتكاب أي أخطاء أي الظهور بالتوزن المطلوب هجوميا ودفاعيا هذه أبرز العناوين محاولات من الجامعة الملكية المغربية لتأمين مشاركة نجم البارسة الزلزولي رفقة الأصود بالكان خبر عاجل تشافي يعلنها أخيرا ويسجل أخو مات في لائحة برشلونة في دور الأبطال وهذه التفاصيل حكيم زياش يحطم رقما قياسيا صامدا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر